مع اللعيبة. مع اللعيبة في مصر. اه غيرت بقى سيستن بقى حياتهم. بالزبط اه. اه. لأ اللفسته مع اللعيبة في مصر وكان فيها لازم يبقى فيها عسكرية شوية علشان اه كله اه مش قادر يتحمل. انت ما حضرش معان الفترة بتاعت هيدوكوتي? لا انا مشيت. اه. ان احنا هيدوكوتي. جي كابتن هيدوكوتي. اه. كنت انا اجراءتي خلصت. اه. عادت معاه شوية التدريب اللي هو الاولاني ده مكان يقعد يتشمس شوية الصبحية بالجذبة من غير شراب. والشورت واسكن بفوق. اه. وبعدين انا صفرت. اه. احنا هيدوكوتي لما جيه قلب حياتنا. اه. احنا عايشنا حياة المحترفين اللي هو. فعلا. اه. فعلا. انا اتمرن صبح وبعد الظهر. فعلا. وكل يوم. الاول احنا كنا اتمرن ثلاثة يام في الاسبوع وانت فاكر. بالزبط. بالزبط. غير المفهوم. انت بقى غيرت مفهوم اللي عيبة بقى. بالزبط. كل الاندية اللي اشتغلت معاها بدأت اه. اشتغلت مع مين من الاندية كانت? بقى انا الاول اه اول منزلت مصر اشتغلت مع الفيوم. الفيوم طبعا ما كانوش اه يعني مالهمش تواجد اوي في كرة الخدم. اه. اه. وصلنا بيهم الى اه دور الاول كنا ماشيين اول. وبدور التاني. كان درجة اولى ولا درجة? درجة به. به. اه. اه. الممتاز به. وكان اي من الغماضي بقى سردباك بتاع الفرقة. ايه. وآآ لعيبة كتير الحقيقة مميزين. وآآ وصلنا بيهم الى كان قابة قوسين من الصعود. وما وفقناش لان احنا مش قد الفرق اللي بتاع رفع. يعني انت اول وراه اه اول فرقة اخدتها كانت الفيوم. اه. كان اللي اللي وداني الفيوم. قال لا يرحمه كابتو مصطفى حسين. الله يرحمه يعصن اليه. قال لي جولي بتاع الفيوم تروح. قلت له اه اروح. انا راجل محترف ونازل. المدرب بالشغل فيها حتة. وده اللي حصل. وبدأنا الانطلاقة في مصر. وبعدين برضو طبعا بقيت اشتغل برة باستمرار اه السعودية رحت تلات اربع مرات. الامارات روح تاربع مرات بعد كده. اما انت انت سافير للكرة المصرية كمدرب. اه. لما سبت الفيوم رحت رحت دميات بعدين. الزبط. اه. دميات برضو اه خدت بعض اللعبة معايا. من الفيوم. وعملنا فرقة. كانت تجربة كويسة. جدا جدا. وقلنا برضو كان الله يرحمه رئيس النادي. كان المدير المالي بتاع المحافظة. الاسد زعب بنعم الشرقاوي. وراجل يعني الامكانيات ضعيفة قال لي بص. اللي معانا هنجيب بيه. فانت خليك معانا. على قد الحافق بالزبط. اه. ولذلك انا اه الحقيقة ارتبطت بيه بعلاقة وثيقة جدا. لقنا بقى من بنمشيها باللي موجود. واخد دلك. فيقول لي انت عايز ايه. العيال ناكلها ناكلها. كل يوم ناكلها. اه. بعد التدريب. في وقت. اه. معان العملية دا يقوم بيدفع من جيبه. قوله لو امكن. اه. فيقول لي اه امكن. ما يقوليش. الناس بتحب اه. 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 بتطول انا نفسي بقى الولاد دول. اه. اجيب لهم لبس. بورسعيد بورسعيد جبينا فارك بتاع. حطوطين. ايه. قال لي اللي انت عايزه. تعال انروح بورسعيد. يا سلام. يا استاذ عمين معاك فلوس. يقول انت ميالك. ونجيب لهم لبس. يعني الحقيقة كان برضو ما وفقناش في الصعود برضو. لكن كنا ماشيين كويس الحقيقة. طيب سبت دميات وروحت التجربة كانت كويسة قوي مع طانتا. ايه. وكان التجربة نكحة. ما رحقولك بقى دميات في السنة دي كنا احنا وطانتا مين يسعد. اه. هما بالامكانيات وصلوا. هما وصلوا. اه. اشتغلوا في الموسم الجديد خمس مباريات. كان ساعتها نقطتين بس يا كابت. اه. مش تلاتة. لا نقطتين. خدوا نقطتين من الخمس مباريات. فاتصلوا بيا. وروحت اه. مسكت اه. اه. طانتا. في الوقت ده. اه. قالولي. مجلس الادارة كان بقى الله يرحمك. الكابت الحسام عوض. ايوة. الله يرحمه يا حسيني ليه. وكان الاخوة رئيس النادي الدكتور. والنائب الرئيس النادي. وقعدوا معي. قالولي. هتعمل ايه. قلت له ما اقول لكم على حاجة. عشان ما تقوليش هنصرف فلوس. قالولي المكافآت. قلت له هقول لكم على حاجة. احنا عندنا خمستاشر ماتش. كل خمس ماتشات. كان عشرين مبارا ساعتها. اه. اه. كل خمس ماتشات. هنعملهم بالنقط. والخمس ماتشات دول. لو انا جبت منهم. سبع نقط هاخد المكسموم. طبعا. المكافآة للعيال كلها. هم. هما سمعوا الكلام ده قالوا موافقين. على طول. لان عارفين انا مش هجيب النقط دي. ايه ايه. لان كان عندي في المرحلة الاولى لاسماعيل والاهلي. ام. فقالوا وافقه. فربنا كرم جبت السبع نقط. فبقت في صدمة دلوقتي هجيب له الفلوس من ايه نعم. والحقيقة في السنة دي يا مصطفى. الخمستاشر ماتش اللي انا لعبتهم. ام. اطلع تاني الدوري. خد بالك. بعد الاهلي. اه. الخمستاشر ماتش. اطلع تاني الدوري. في الحزمة في الخمستاشر مش في العشرين. ايه ايه. الماتش الاخير في الدوري. لازم اقول اللي حصل. اه. المريخ بيلعب المينيا. اه. المريخ دي حاجة اصلاها كانت مشهورة فمش سر يعني. ايه. المريخ ادى فلوس للمينيا. ام. وبالاسماء اللي عيبا اللي قبضوا. كويس. كل ده قدام عنيكم. ده اتحاد الكوري اللي كشفها مش انا. كمان. والعيال اعترفوا بتوع المينيا. وقالوا خدنا كزا كزا كزا. اه. نفاك الواقع عليها. اه. فكان رئيس نادي المريخ. وده توقف مدى الحياة عن زولة اه انه يبقى رئيس نادي. مدى الحياة. ام. وكان اللي اخد القرار ده عبد مينيا معمارة. واخدوا كل الجزاءات على المريخ والمينيا. الا ان المريخ ينزل. بقى المريخ كان ينزل. طبعا. ونزلوا طمطة في السنة دي. عن. اه. انا فاكر فاكر. اه. وقامت دوشة على. اعمت دوشة. ومفيش حالة. وطرف عقضايا وبطاعه كل ما تمش حاجة. طيب. المهمة اه. 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 تم ترشيحي لحاجتين. ام. مساعد للمدرب اجنابي في النادي الاهلي. ومساعد مدرب للمنتخب. ماش فاكر مين المدربين كانوا مجدين. اجانب. اجانب. كويس. اه. الملفين اللي كانوا في اتحاد الكورة للمدرب المساعد انا وفاروق جعفر. ام. ملفين. وفي النادي الاهلي كنت انا وشوق عبدالشافي. نعم. وشوقي خدني وقال لي انا اه عايز المكان ده. فايه رايك. قلت له خده. خلاص. لكن مع تشوبيل. لا. ولا مع فيتسا. 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 شوقي اللي راح. اه. واتحاد الكورة اه. اه. خده فاروق. لا. خده محسن صالح. اه. محسن كان في مسقط. اه. واتفقوا ان هو يمسك المنتخب مع الرجل المساعد. وخرجنا برا الموضوع انا وفاروق. ومحسن ربنا كرم ووفقه وهو المسك مدير فن فيما بعد انتخب مصر. سبت المصري. روح البلدية. اه. اه. وكان موقف نبيل منك انت من غد ما تتكلم في اي حاجة. اه. انت بتنفذ طلباتك كابتن شيح تعمل.